السلام عليكم حبابي مرحبا بكم من جديدة لقناتي شيوات ام ايصاف كانت منكم كانين تكونوا باخرون كيف العادة يلقىكم هاد الفيديو في تاما صحة والعافية ان شاء الله معكم فرح فيديو جديد اقتراح جديد اليوم سنشارك معكم ميني بيزا بوحد العجل اللي كاتجي خاطرة بزافة البنات وكاتجي رائعة تبعوا معي حبيبتي الفيديو للاخر باش شوفوا جميع اسرار من هاد العجل ديالبيتزا ومتنسوش تشجعوني كيف العادة بلايك واشتراك اول مرة تزوروا القناة ديالي ومدعوا على بركتي الله بنسبة المكونات اللي غدي نحتاجوا فئنا البنات وضعت 400 جرام ديال الدقيق الابيض من النوعية جيدة ضفت لي معلقة كبيرة ديال الخاميرة الفورية نستعمل الخاميرة حبيبت ممكن استعمل الخاميرة المعجونة ضفت معلقة كبيرة ديال الزعتر ونصف ملعقة صغيرة من الملح ونضيف ليهم هنا ثلاثة ملعقة كبارين ديال زيت زيتون ما تكتروش البلد الزيت بزاف هاد العجين نضيف الماء دافي اللي غادي كفيني باش غادي ننخلط هاد 400 جرام ديال الطقيق المهمة البنات تقريبا نغي واحد الكاس عنبه او لمعامرش ديال الماء مهم كتضيف الماء حبيبتي شوية بشوية حتى تجملكم العجين ديال بيتزا ديالكم وخاصها تكون هكاية مرخوفة هدا هو السر اللول في العجين ديال بيجيكم ناجح وديكم زوينة وطرية خاص دروري العجين ديال هيكون هكاية شوية مرخوف كيف ما كتشوفو راكتل تسخ في في الليدين سافي غادي نحاول باش نجمع هاد العجينة هادي هاد الطريقة اخواتي كيف ما كتلاحظو تيكون العجين ديالي خفيف بهات شكل هادة سافينا غادي ناخد شوية ديال زيت زيتون وغادي نضهن الوجه ديال هاد العجين وغادي نجمعها بها الطريقة بهات شكل هادة وغادي نغطيها بواحد البلاستيك ونخليها البنات تختامر على الاقل واحد ثلاثة ديال سويع او لا اكتر ممكن انا بعد مرة البنات نخليها احتر بعد ثلاثة ديال ساعات عد بشكن نخدم بيها عجين البيتزا يجب عليكم زوينة قدمها تعطيكم نتيجة رائعة الكثير ثم خمرت العجين البيتزا سوف ندوز هنا كيف تشوفو حبيبتي رشيد شوية دقيق فوق من سطح العمل سوف نبدأ نجمع في العجين ونخرج منها الهواء ميني بيتزا كبير سوف نسرحها إذا أردت أن تريدون هذا البيتزا سوف تقسمون الكورة على زوج الأجزاء أو ثلاثة سوف تحكموا في الحجم البيتزا والاختيار سوف نشاركه معكم صغيرين سوف نسرح الكورة كاملة سوف نسرحها مرة مرة لكي لا تلصق في سطح العمل سوف نسرحها بها تشكل هذا يكون الحجم قد قد لا نسرحها مقادة و لا نسرحها سوف نسرحها سوف نسرحها ونقطع به ميني بيتزا بهتشكل هذا سوف نسرحها هذا البنات سوف نسرحها هذا البنات سوف نسرحها سوف نقطع العجين بهتشكل هذا تقريبا البنات تقريبا 15-17 ميني بيتزا سوف نسرحها ونسرحها سوف نسرحه سوف نقوم باستخدرة نسلحها فلا نسرحها كم نضيئها ونقوم بغطاء بلغط ماما سوف نسرحها بلغط لانسرحها نسرحها نستمرخدرت كاملة فلغط لنسرح سوف تقوم بالفورشيت ومن بعد البنات سوف ندهنهم بالسلسة الطماطي طيما البنات هنا كان عمرت بيتزا مباشرة بعد ما نقطعها ممكن البنات تخلوها حتى تكتب لكم واحد من نص طيبة تخرجوه وتعمروها مهم انا كان نخدم بهذه الطريقة كانت جين سراحة سهلة وكان ندير جوش خدمات ما كان كترش علي الخدمة سوف ندهنها بصوص طماطي وبنسبة الحشوة اختيارية حسب اللي كان عندكم قطعت جوانح رقيقة وحتى الفلفل خضرة قطعت ذوائر عندي الزيتون وطون ممكن البنات تبدلوه بالبروشيت ديلا داند او بالكفتة او بالكروفيت حسب الضغط انا بناتيك يأكلوا لغاية الطون كان عمره بالطون سوف نخطي شوية موزاريلا ونفرشوها كفوق من سوس ديلا ماتيشا ونبدأ ناخد هكا شوية قطعتها قطعتها رقيقة جوانح ونضرها فوق من ديك الموزاريلا بهذه الطريقة ومن بعد غادي نضير الفلفل خضرة ممكن استعملوا فلفل ألوان ايضا من دائما دائما نبدأ الحشوة ونضر بنيتيك يأكلوا لغاية إلا بدلت شيئة لا يريدونها لا يريدونها بل كفتة و بسوريمي ونريدونها لغاية الطون لغاية الطريقة ومن بعد غاية الفران حتى ندخل فيها الطياب أو لغاية الطياب أو لغاية الطياب هنا البنات بالنسبة الموزاريلا ممكن تديروا فرماج أحمر أو لا اي جبن متوفر عندكم انا كنختم دائما بذيك الماركة ديك الماركة ديال غاستروميكس صراحة كيبقى أحسن جبن بعد مرات كنتستعمل ذاك الجبن ديال الموزاريلا اللي كيكون مخلط بالفرماج الأحمر صراحة زوين بزاف ولكن بعد مرات متلقاش ونعدي بليكان بعد ما قدرت ليهم الفرماج الأحمر أو الموزاريلا كنعود ندخلهم الفرن سوف يدب ذاك الموزاريلا ونخرجهم البنات يعني ما يحتاجون انه وقت بزاف سوف يدب عليهم ذاك الفرماج سوف نخرجهم يعني ما نخليوش حتى يتحرق اولا تيدب بزاف بزاف على هاتشكلة هادا كيفما تشوفوا معها يا حبيباتي وسوف ندوز باش غادي نزينهم بالزيتون الأسود ممكن تديروه اولا يعني تستغنى وليلا ما كنتوش كتبغيوا الزيتون انا ابنتي هكا وخا نديرو كي حيدوه يعني ما تياكلوش كي حيدوه سوف نديرو غير تزين بحال هكا كنحط هكا هكا طريفات اولا زيتون وحدا فوق من كل فوق من كل بيزا وصافي بهاتشكل هادا انا غادي نحطهم في الطبق ديال تقديم باش شوفوا الشكل نهائي ديالهم كيفاش كيجي وشوفوا البنات معايا العجين كيفاش كتجي كتجي رطبة بزاف وكتجي غزاء للبنات المهم ما بغيتوها هكا او ما بغيتوها تجيكم قصح منها بالفران او ما بغيتوها تجيكم رطبة راك تخرجوها دغيه يعني تخلي ورطبة و تخرجوها بغيتوها تجيكم شوية قاسحة يعني را غادي تخليوها حتى تقلمل في الفران و تخرجوها سافي البنات هناك كيفما كتشوفوا تبقى هادا هو الشكل نهائي ديال ميني بيتزا لي شاركت معاكم اليوم وبعجيل لصراحة كي يجي رائع بزفة بزف طلبية لبعض الأخوات من تيك توك شكرا لهم بزفة للدعم والتشجيع ديالهم والمهم أنا كنت منها لكل بيت الطلب ديالكم وحتى أنتم وحبيباتي ما تنسونيش بتشجيعات ديالكم بلايك وتعليق يكون محفز وشكرا بزفة للمتابعون موسى نادة طيبة ولكنت عدي أول زيارة لكم لقناة ديالي ما تنسوش تشتركوا وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد فيديو هاتي تبارتاجوا الفيديو مع أحبابكم وصحابكم جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومن هنا غادي نودعكم إن شاء الله إلى فيديو قادم دون توفي رعاية الله وإلى اللقاء